ولكن ما يزال الأمر شديداً من قريش يؤذونه فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الحج ويتبع منازل الحجاج يعرض دعوته على القادمين لعله يجد من يقبل ويحميه عليه الصلاة والسلام ومعه عمه أبو لهب يتابعه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب فيتقول العرب لو كان صادقاً ما قال عمه هذه المقالة ينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم ثم إن الله يسر له أن يلتقى بجماعة من أهل المدينة من الأنصار كانوا لا يقال لهم الأنصار في ذاك الوقت الأوس والخزرج نهل المدينة فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن فعند ذلك تأثروا بالقرآن وقالوا إن هذا لهو الذي تهددكم به اليهود وكان اليهود جيران الأنصار في المدينة وكان بينهم قتال بين الأنصار وبين اليهود فكانوا اليهود يقولون سيبعث نبي ونكون معه ونقاتلكم معه ويتوعدونهم ببعثة النبي فلما سمعوا القرآن ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا هو الذي تهددكم به يهود فلا يسبقوكم إليه فقبلوا الإسلام وكانوا نفرا قليلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ثم ذهبوا بعد الحج إلى المدينة ودعوا قومهم فأسلم عدد كبير منهم وفي السنة القادمة جاء وفد أكثر من الوفد الأول سبعين وأكثر بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية عند العقبة على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأزواجهم فبايعوه على ذلك على نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته ممن أراده بسوء فكان هذا هو الفرج الذي انتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر